للحديث عن الموضوع معنا من اسطنبول الباحث السياسي السوري الأستاذ حسن النفي أستاذ حسن بداية مرحبا بك تعزيزات تركية إلى الحدود السورية بالتزامن مع حديث عن إنشاء منطقة آمنة كيف تقرأ ذلك؟ تحية لكم والأستاذ المشاهدين يأتي هذا التصعيد التركي في موازاة فشل المفاوضات إن لم نقل فشل وإنما عدم الاتفاق على أي شيء حول ما يسمى به المنطقة الآمنة طبعا هذا الخلاف هو خلاف قديم وليس وليد اليوم نحن نعلم أنه منذ اتفاق الرابع من حزيران عام 2018 بين الجانب التركي والجانب الروسي حول موضوع مدينة منبج هذا الاتفاق على الرغم من موافقات الطرفين على كافة بنوده إلا أنه تم تعطيله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولم يطبق إلا الجزء الرمزي منه وعني الدوريات المشتركة ثم أصبحت المسألة أكثر تعقيدا عندما دخلت منطقة شرق الفرات أيضا من جديد على الخط بين الطرفين وأصبحت قضية منبج وقضية شرق الفرات قضية واحدة الآن في الأسبوع الماضي عرفنا أن هناك كان وفدا برئاسة سيد جينز جيفري إلى أنقرة وكانت هناك عدة ثقاءات له مع وزارة الدفاع التركية ولم تتمخض أي نتائج عن هذه الاتفاق إذ أن الفجوة كانت بعيدة بين الطرفين وخاصة فيما يتعلق بعمق المنطقة ما تسمى المنطقة الآمنة فالأتراك يطالبون بأن تكون تمتد إلى 30 أو 35 كيلو متر بينما يريد الأمريكان أن تتراوح بين الخمسة إلى 15 كيلو كيف سيكون في هذه النقطة الموقف الأمريكي المتوقع من خطوة أنقرة في سوريا مع الأخذ بالنظر علاقة واشنطن بميليشيا سوريا الديمقراطية يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تحقيق معادلة فيها الكثير من الصعوبة فهي أولا تريد الحفاظ على حليفها المحلي وأعني قوات سوريا الديمقراطية لأن الاستراتيجية الأمريكية تعتبر أن حاجة أمريكا إلى هذا الحليف ما زالت قائمة وخاصة في شرق سوريا ومواجهة إيران وبذات الوقت هي تريد أيضا أن تحاسب على حليفها التقليدي تركيا لأنه لا أحد بإمكانه يتجاهل دور تركيا فيما يتعلق بالاستقرار لسوريا فالحدود المنتزة على طول 900 كم تعني أنه لا يمكن قيام هناك استقرار حقيقي في سوريا بدون رضا تركيا الأمريكان يحاولون أن يبحثوا عن حلول وسط ومتوقع أن يقبل الأمريكا بتطبيق اتفاق فيما يتعلق بمدينة منبج ثم يتم تأجيل أو ترحيل ملف شرق الفرات هذا الحل ربما أحيانا أو ربما يعني يلبي رغبة الأتراك من جهة وبنفس الوقت يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من المحافظة على قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى 750 ألف مدني نزحوا من إدلب كيف سينعكس ذلك على الوضع في سوريا؟ هذه قضية ربما تختلف يعني هذه القضية ربما محصورة بين الأتراك وبين الروس وهذا منعكس تماما على لقاء أستنى الذي عقد يوم أمس والذي قبله أحد معالم هذا الخلاف هو قضية اللاجئين التي سببها هو عدم مقلاق النار فاللاجئون الذين بدأوا يتدفقون على الحدود التركية السورية يثيرون قلق ومخاوف الحكومة التركية وربما هذا ما نعكس على لقاء أستنى يوم أمس ويعني إذ لم تكن هناك نتائج واضحة أو نتائج إيجابية حوله نشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول الباحث السياسي السوري الأستاذ حسن النيفي